بيبدأ الفيلم بتلت شباب قاعدين في البيت اللي عايشين فيه وبيشربوا مخدرات كالعادة وبيلعبوا بلايستيشن وكانوا بيفكروا ازاي يستمتعوا باللحظة اللي هم عايشينها ومش مهم الطريقة تكون صح وفي الوقت ده بتكون الشرطة موجودين في عربية قدام البيت وبيستعدوا عشان يقتحموا البيت ويقبضوا على الشباب بتهم الطعاة المخدرات وبيتكلم المحقق فولبرايت مع فريقه وبيقول لتنين منهم يقتحموا الباب الخلفي وهو وزميله لاري هيقتحموا البيت من الباب الأمامي وبيستعد الفريق اللي اقتحموا البيت وبيدخل اتنين منهم من الباب الخلفي وبيضربوا نار على الموجودين في البيت وواحد من الشباب بيمسك سلاحه وبيضرب نار على الشرطة وبيتصابوا واحد من الفريق لكن بيقدروا يقتلوا اتنين منهم والتالت بيهرب من الشباك وفي نفس الوقت ده بيكون فولبرايت ولاري اقتحموا الباب الأمامي وقتلوا شخص وأبضوا على واحد تاني وبيكتشفوا انهم دخلوا بيت غلط لان الباب الخلفي خاص ببيت والباب الامامي خاص ببيت تاني وكان عايش فيه اتنين اخوات ما لهمش علاقة بالقضية وكده فيه واحد يتقتل ظلم لكن فولبرايت ولاري مش بيحسوا بالزنب وبيقولوا ان الشابين كان معهم سلاح وان دي ما كانتش غلطتهم وهم كانوا بس بيعملوا شغلهم وبتنتشر الاخبار وبيعرف الناس ان الشرطة اقتحمت بيت مشتبه بيه وقتلوا ثلاث اشخاص بتهم اتحياسة المخدرات والسلاح وبيتفرج راجل اسمه رون على الاخبار وبيكون ده ابو الشابين اللي الشرطة اقتحمت بيتهم بالغلط وبيعرف ان واحد من ولاده اتقتل والتاني اتقبض عليه وبيكون متأكد ان ولاده ما لهمش علاقة بقضية المخدرات وبيوصل اتنين من الشرطة لبيت رون عشان يروح معهم لمركز الشرطة وبيتكلم واحد منهم مع رون وبيقولوا انها كانت حدثة لكن رون بيقول لهم ان الشرطة قتلت ابنه الاتنين وبيترجى واحد منهم ما يقتلهوش وبيقولوا انه عنده عيلة وبيرد رون عليه وبيقولوا انه هو كمان عنده عيلة وبيقتله وبعد فترة بنشوف شخص اسمه ماك وبنعرف انه كان زابط في القوات الخاصة قبل كده وبيصحى ماك من النوم مصدع بسبب انه كان سكران ولما بيخرج من المركب بتاعه بيقابله تانر اللي كان مع الشباب وقت ما الشرطة قتلتهم لكن هو قدر يهرب من الشباك وبيتكلم مع ماك وبيطلب منه فلوس وبيعرفوا ان الشرطة قبضت على شخص بريء وقاتلوا اخوه بالغلط وبيركب ماك عربيته عشان يروح شغله وبنعرف انه شغال في محط التوليد الطاقة الكهرومائية وفي الطريق بيقابل ماك باولا مرات المحقق فول برايت وبيسلم عليها وبيعرف انها قربت تخلف طفل ولما بيوصل ماك الشغل بيقابل زميله تومي اللي كان سهران معاه وبيتكلم تومي مع ماك وبيفكروا انه لما كان سكران قالوا انه هيمشي من المنطقة فارة بوقت وبيرد ماك عليه وبيقوله انه غير رأيه وبعدها بيقابل زميله بون اللي كان سهران معاه برح في الحانة وبيتكلم بون مع ماك وبيقوله انه ما توقعش انه هيجي الشغل وبيعرض عليه ياخد اجازة النهاردة ويروح البيت يرتاح لان شكله تعبان لكن ماك بيقوله انه كويس وهيشتغل وبيتضيق بون لانه مش عايز ماك يبقى موجود في الشغل وبيقابل ماك كرانبروك رئيس الامن في المكان وبيسلم عليه لكن كرانبروك بيتجهله وبتيجي امي زميلة ماك تسلم عليه وبيتكلمه مع بعض وبتشوفهم صوفيا حبيبة ماك السابقة واللي هي دلوقتي متجوزة شخص اسمه سميس وبتتكلم صوفيا مع ماك وبتقوله انها بعتت له الصور القديمة بتاعته وبتقوله انها سمعت انه عاوز يمشي من المدينة وهو رجع بقاله شهر بس وبيلاحظ ماك انه صوفيا كانت متضايقة من شغله في القوات الخاصة وبيسألها لو كان قصدها انه لو اشتغل مدير زي جوزها سميس كان زمانهم مع بعض دلوقتي لكن صوفيا بيتعرفوا انه لو بقى كويس هيبقوا مع بعض وبتفكروا انه هو اللي سابها وفوز تكلامهم بيدخل سميس وبيسألهم لو في مشكلة وبعدها بيروح ماك يعمل شغله وفي الوقت ده بيوصل مجموعة من طلاب المدرسة للمكان عشان يزوروا المحطة ويشوفوا السد وبتستقبلهم صوفيا وبتبقى هي المرشدة بتاعتهم في المكان وفي الوقت ده حارس الامن على البوابة بيشوف عربيات بتقرب من المكان وبيبلغ مسؤول الامن كرام بروك لكن كرام بروك مش بيرد عليه وبيطلع مسدسه وبيقتل الحراس اللي معاه وبتقتحم العربيات المكان وبيضربوا نار على الحراس وبيقتلوهم وكمان بون بيطلع مسدسه وبيقتل اتنين زميله وبنعرف ان بون وكرام بروك مشتركين مع بعض في الجريمة دي وبيقتحم رون ورجالته المكان وبيقتلوا حراس الامن وبولا وسميس بيسمعوا صدر بالنار وبتستخبى بولا وبتتسل بكرامبروك عشان تحذروا من الهجوم لكن مش بيرد عليها وبيهجم رون ورجالته على المبنى وبيحتجزوا كل الموظفين وكمان طلاب المدرسة وفي الوقت ده بيكون تومي في الحمام وبيشوف العصابة بتهدد الناس بالأسلحة وبيكون مش عارف يتصرف ازاي وبيقبط بون على سميس وإمي وبيسألوا سميس عن اللي بيحصل وبيخلي بون سميس يكلم رون عن طريق اللاسلكي وبيعرف سميس إن رون موجود في المكان عشان ينتقم لموت ابنه وبيقول رون لبون يقبض على بولا وبيلاقيها بون مستخبية تحت المكتب وبيقول له سميس يبعد عنها لإنها حامل وكمان بيعرفوا إن في أطفال في المكان وإن اللي بيعملوا ده غلط لكن بون مش بيهتم بكلامه وبيقمر رون ورجالته يجمعوا كل الموظفين والطلاب ويحبسوهم في مكان وبيكونوا كلهم في حالة رعب وبيهددهم بون إن لو حد منهم اتحرك هيقتله وبتحاول صوفيا تطمنهم وتقولهم إنهم هيكونوا بخير وفي الوقت ده بيكون ماك بيصلح السمام وبيشوف راجل غريب في المكان وبيعرف إن في حاجة غريبة بتحصل وبيقرب منه وبياخد منه المسدس وبيقتله وبيشوف راجل تاني بيدور عليه وبيقتله هو كمان وبياخد جهاز اللاسلك اللي معاه وبيقول رون لبون يعرف عدد كل الناس في المكان وكمان يتأكد إن الشرطة مش هتقدر توصل للمحطة وبينزل ماك من على سطح المبنى وبيشوف رجالة العصابة في المكان وبيحاول يتحرك من غير محد يشوفه وبيهجم على واحد منهم وبيضربه وبعدها بيخبيه في الحمام وبيلاقي تومي مستخبي في الحمام وبيقوله إنه حارس أمن ومفروض ما يخافش لكن تومي بيقوله إن العصابة معاهم أسلحة وبيعرفوا إنهم عملوا تشويش وما فيش إشارة في المكان ومش هيقدروا يتصلوا بالشرطة وبيتصل واحد من العصابة اسمه جيتور بكرامبروك وبيسأله عن ماك وبيرد كرامبروك عليه وبيقوله إن ماك مش موجود في المكان النهاردة وبيروح ماك وتومي عنده توبيس المدرسة وبيشوفه رجالة من العصابة رايحين عند السد وفي الوقت ده بيحاول اسمه يتفاهم مع رون وبيعرض عليه فلوس مقابل إنه يسيبه هو وعيدته لكن رون بيفاهمه إنه مش عايز فلوس وبيعرفه إنه موجود في المكان ده عشان يحارب النظام وبيقول بون لسمه يكتب الكود بتاعه لكن اسمه بيرفض فبيهدده بون إنه هيقتله وبيكبره يكتب الكود وبعدها بيقوله يفتح بوابة السد لكن اسمه بيحذره من كده يحصل فيضان وسكان المنطقة كلهم هيموته وكل البيوت والمباني هتتضمر وبيضربه بون وبيكبره يفتح بوابة السد غصبا عنه وبيدي اسمه أوامر للعمال إنهم يفتحوا البوابة وساعتها المية بتبدأ تنتشر في كل مكان وبيتكلم رون مع اسمه وبيعرفه إنه عايز يغرق المدينة كلها وكل الناس هتغرق بما فيهم هو كمان وبيقوله اسمه إنه مريض ومجنون وبعدها بيتكلم رون مع الناس في المبنى من خلال الكاميرا وبيعرفهم إن لو حصل اللي هو عايزه هيقفل البوابات لكن لو ما حصلش هيسيب البوابة مفتوحة وهيحصل إعصار في المدينة وبيبلغ جيتور رون إن فيه تلاتة من رجالتهم ماتوا وبيعرفوا إن ماك كان زابط في الجيش وإنه شخص خطير وبيقمر رون رجالته إنهم يدوروا عليه وبيتكلم رون مع بولا وبيسألها لو كانت تعرف هو مين وبترد عليه بولا وبتقوله إنها ما تعرفوش وفي الوقت ده بيهجم ماك وتومي على عدد من رجالة العصابة وبيخلصوا عليهم وبيجي باقي رجالة العصابة وبتبدأ حرب بينهم وبيضربوا نار على بعض وبيقدر ماك يقتل قناص على سطح المبنى وبيقتل عدد كبير من رجالة العصابة وبعدها بيركبوا قارب وبيمشوا بيه في البحر وبيروحوا عند مبنى تاني وفي نفس الوقت ده بيكون فيه واحد من الموظفين تعبان وبتتكلم صوفيا مع بون وبتقوله إنهم محتاجين الإسعاف وبيقول لها بون إن ده مستحيل دلوقتي وبيتكلم رون مع بولا وبيسألها هتسمي بنتها إيه وبترد عليه بولا وبتقوله إنها هتسميها لورا على اسم أختها اللي ماتت وبتحكيله إنها ماتت في حدسة عربية بسبب ست سكرانة والستة حبست وهتخرج من السجن بعد كم سنة وبيقول لها رون إن دي حاجة مؤلمة وبيطلب منها تتصل بجزء المحقق فول برايت وبتتصل بولا بفول برايت وبتطلب منه يقابلها عند المحطة وفي الوقت ده ماك وتومي بيدخلوا المبنى وبيطلعوا على السلم وجيتر ورجالته بيدربوا عليهم نار وبيحاولوا يقتلوهم لكن ماك وتومي بيقدروا يهربوا منهم وبيستخبوا في مكان وبيقرب واحد منهم وبيقدر ماك يضربوا وبياخد جهاز اللي سلك اللي معاه وبيديل تومي وبيقولوا يروح يركب اوتوبيس المدرسة وياخدوا الطلاب ويخرجهم من المكان وبيعرف جيتر إن فول برايت وصل للمكان وبيروحوا يهجموا عليه وبياخدوا السلاح اللي معاه وبيبلغوا رون إنهم أبضوا على فول برايت وبيدور رجالة العصابة على ماك في المبنى وبيقبض ماك على واحد منهم وبيقتلوا وبعدها بيربط نفسه بحبله وبينزل من سطح المبنى وبيشوف واحد من العصابة وبيضربوا وبيدخل للمكان اللي حبسين فيه الموظفين والطلاب وبيقتل الحراس اللي معاهم وفي الوقت ده بيتكلم رون مع فول برايت وبيسأله لو كان لسه فاكر ابنه اللي موته وبيعرفوا فول برايت إنها كانت حدسة وبيطلع رون مسدسه وبيضربوا رصاصة في رجليه وبيقولوا إنه بيجدب وبيطلب منه يحكي له عن اللي حصل في اليوم اللي قاتل فيه ابنه وبيحكي فول برايت إنه اقتحم البيت هو وزميله لاري وواحد من ولاده صوب المسدس نحيتهم وضربوا عليه نار وقتلوه وبعدها اكتشفوا إن البيت ده مقسوم نصين وإنهم دخلوا المكان الغلط وبيقول فول برايت لرون إنه قتل ابنه لإنه كان مع سلاح وبيعرفوا رون إنه كان مع سلاح حشان يحمي نفسه وبيترجى فول برايت إنه ما يزيش مراته وبيعرفوا إن بنته قربت تتولد وبيعتذر له عن اللي عمله وبيعرفوا إنها كانت غلطة وبيقوله إنه ممكن يديله فلوس وطيارة وأي حاجة هو عايزها مقابل إنه يسيبه هو ومراته ما يزيش حد وبيرد عليه رون وبيقوله إنه قتل ابنه وحرمه منه وسجن ابنه التاني وبيصاوب المسدس نحيته وبيضربوا رصاصة قدام مراته وبتنهار بولا من الصدمة وبيكمل رون وبيضرب فول برايت رصاصتين كمان وبيقتله وبينتقم منه الموت ابنه وبتنهار بولا وهي شايفة جزها بيموت قدام عينيها وبعدها بياخد رجالة رون جزة فول برايت وبيقوله جيتر إنهم حصروه في سطح المبنى وبيتكلم سميس مع بون وبيسأله لو كان رون إداله فلوس وقال له يساعده عشان ينتعم من الأشرار لكن في الحقيقة هم بيئزوا ناس ملاش زنب وبيتعصى بون عليه وبيقوله يخرص لكن سميس بيعرفه إن من ساعة إعصار كاترينا والناس بتحاول ترجع زي الأول بعد ما كل حاجة تدمرت ولو حصل إعصار تاني المدينة هتتدمر والناس هتموت وبيتكلم ماك مع سوفيا وبيقول لها إنه هياخدوا الطلاب ويركبهم الأوتوبيس ويهربهم من المكان لكن سوفيا بتقوله إنه كده هيعرضهم للخطر وبيعرفها ماك إن وجودهم في المكان ده أخطر لإنه رون مجنون ومستعد يقتل أي حد وفي الوقت ده بيدخل تومي للمكان اللي العصابة حبسين فيه العمال وبيشوفوا واحد من العمال وبيقرر يساعدوا ويلهي الحارس وبيقدر تومي يقرب من الحارس وبيضرب على نار ويقتله وبياخد كل العمال ويخرجهم من المكان وبيركبوا الأوتوبيس وبياتصل بماك وبيعرفوا إنهم جاهزين وبيقول ماك لسوفيا والطلاب يستعدوا عشان هيهربوا من المكان وفي الوقت ده بيعرف بون إن الحراس المسؤولين عن مرأبة العمال مش بيردوا وكمان ماك قدر يهرب من رجالة العصابة اللي كانوا بيتردوه وبينجح ماك إنه يوصل سوفيا والطلاب للأوتوبيس وبيركبوا كلهم مع باقي العمال وبيتحرك تومي بالأوتوبيس وبيهربوا خارج المحطة وبيشوفهم كرام بروك في كاميرات المرأبة وهم بيهربوا وبيرجع ماك عشان يساعد باقي الناس في المكان وساعتها بيوصلوا بون وبيهددوا بالسلاح وبياخد منه السلاح اللي معاه وبيقبض عليه وبيضربوا ماك لكما قوية في وشه وبيسألوا هو ازاي مشترك معاهم في الجريمة دي وبيقولوا بون انه مفروض ما كانش يبقى موجود في المكان وبيفهم ماك ان بون خلاه يشرب كحول كتير في الحانة عشان يتعب ومايروحش الشغل تاني يوم وبيسألوا هم ليه بيعملوا كده وبيرد بون علي وبيفهموا ان الشرطة قتلت ابن رون وعشان كده رون عايز انتقم منهم وبيسألوا ماك ايه علاقة الانتقام بانهم يفجروا السد ويقتلوا الاف الناس اللي ملهمش زنب وبيفكروا انه اقسم انه يحمي الناس والبلد مش يقذيهم وبينصحوا يعمل الصح وبيسيبوا ويمشي وبترجع سوفيا الماك وبتعرفوا انها مش هتسيبوا لوحده وبيقول لها ماك انها كانت مفروض تروح مع تومي عشان تبقى في امان وبتقولوا انهم لازم يروحوا لكرامبروك عشان يساعدهم وبيروح بون يتكلم مع رون وبيقولوا انهم لازم يوقفوا اللي بيعملوه وبيعرفوا ان معهم جوازات سفر ويقدروا يهربوا وبيرد رون عليه وبيقولوا انه كان فاكر انه في صفهم وبيقولوا انه محتاج مساعدته في كل حاجة وبيعرفوا بون انه مستعد يعمل اي حاجة عشانه لكن هو ما كانش يعرف ان الموضوع يوصل للمرحلة دي وبينصحوا انهم يقبلوا الهزيمة لكن رون بيرفض وبيقولوا ان فول برايت كذب عليهم وقال ان ابنه ضرب عليهم نار وعشان كده قتلوه وبيسألوا بون هو ازاي متأكد ان ده ما حصلش وبيقولوا ان ممكن يكون ابنه هو اللي ضرب نار على الشرطة الاول وبيروح ماك لكرام بروك وبيشك فيه انه مشترك معاهم وبيكون كرام بروك هيقتلوا لكن مك بيدربوا رصاصة وبيموت وبيكبر رون سميس انه يفتح بوابة تانية من بوابات السد وساعتها بتبدأ المدينة تغرق وبيتقول الاخبار للناس يفضلوا في بيوتهم وبيروح جيتور يجيب ايمي لانها تبقى اخت لاري الزابط التاني المتورد فقت لابن رون وبتتكلم ايمي مع رون وبتفاهموا انها لو اتصلت باخوها لاري مش هيجي وبتعرفوا انه مش بيهتم غير بمصلحته وبتقولوا انهم متضايقين من اللي حصل لابنه لكن اللي بيعملوا ده غلط وفي طرق تانية عشان يحقق العدالة وبيقول لها رون تتصل بلاري وبتتصل ايمي باخوها لكن مش بيرد عليها وفي الوقت ده بيكون تومي وصل عند مركز الشرطة وبيطلب المساعدة من لاري وزميله وبتتصل ايمي تاني بلاري وبتقوله يجي عند المحطة لوحده وفي نفس الوقت ده جيتور بيلاقي ماك وبيبدأ قتال عنيف بينهم وبيخنق جيتور ماك وبيحاول يقتله لكن ماك بيضربه وبيقدر يهرب منه وبيشوف ماك وصوفيا الشاشة وبيعرفوا ان لاري وصل للمكان وبيقول ماك لصوفيا انه هيروح لغرفة التحكم ويقبض على رون وبتقوله صوفيا انها هتروح معاه وتساعده يقفله السد وفي الوقت ده مقر الامن بيعمل اجتماع مفاجئ وبيعرفوا ان رون يبقى رئيس الامن السابق لمحطة الطاقة الكهرومائية وبيستعدوا عشان يروحوا للمحطة ويقفلوا السد ويمنعوا الكرسة اللي هتحصل وفي الوقت ده بيكون رون بيضرب لاري وبيعذبه وبيضرب عليه نار وبيقتله قدام اخته وبيحاول ماك يوصل لغرفة التحكم وبيقابله جيتور وبيتحداه انهم يدخلوا في قتال ضد بعض لكن ماك بيضرب عليه نار وبيقتله وبيبلغ بون رون ان وكالة الامن عرفت اللي بيحصل وهم لازم يمشوا قبل ما يوصلوا لكن رون بيرفض وبيصمم انه يكمل اللي بيعمله وبيكبر سميس انه يفتح البوابة التالتة وبيبدأ الفيضان يزيد والمية بتغرق الشوارع وبيقول سميس لرون انه هيضمر المدينة كلها لكن رون مش بيفرق معاه وبيقول لبون يستعد عشان يهربه لكن بون بيرفض يسيب الناستة ايزي وبيقول لرون يقفل بوابات السد وبيرفض رون وبيقول انه كان عايز فول برايت ولاري يعترفوا بغلطتهم والشرطة تعترف ان ابنه بريق لكن هم ما عملوش كده وبيقول لبون انه قتلهم وانتقم لابنه وما فيش داعي يقز باقي الناس وبيطلع رون المسدس وبيضرب نار على بون وبيقتله وبيهجم واحد من رجال ترون على ماك وبيقدر ماك يضربه وبيخلص عليه وفي الوقت ده بتوصل قوات الامن للمكان وبيقتحم الجنود المبنى وبيقتله رجالة العصابة وبيوصل ماك لغرفة التحكم وبيقتل اتنين من رجال ترون وبيصوب المسدس ناحية رون وبيهدد رجالته انه هيقتله لو اتحركه وبيتكلم ماك مع رون وبيقوله انه عارف ايه اللي حصل لابنه وبيحكيله ان فيه شاب اسمه تانر كان موجود وقت موت ابنه وشاف اللي حصل وهو عارف ان ابنه بريق وبيعيده انه لو وقف اللي بيعمله هينشر الحقيقة ويعرف الناس ان ابنه بريق لكن رون مش بيصدقه وفي الوقت ده بتحاول صوفيا تقفل بوابات السد وبيقول رون لماك يمنع صوفيا من المحاولة وإلا هيقتل اسميس وبيتصل اسميس بصوفيا وبيقول لها ما تقفلش البوابات لانهم هيقتلوه وبتعرفوا صوفيا انهم لازم يقفلوا البوابات قبل ما المدينة كلها تغرق وبيقتحم الجنود غرفة التحكم وبيحاول ماك يقنع رون انه يستسلم وما يعرضش نفسه للموت وبيقوله رون يتأكد انهم هيفرجوا عن ابنه الاول وبيغدعوا وبيطلع مسدسه عشان يقتلوا وفي اللحظة دي الجنود بيدربوا على نار وبيموت رون ورجالته وبعد اسبوع بترجع الحياة في المدينة لطبيعتها وبيخرج ابن رون من السجن بعد ما أثبته انه بريء وبيترقماك وبيبقى رئيس الامن في المحطة وبيرجع هو وصوفيا البعض وبيعيشوا سوا وانتهى في المنى ويا رب يكون عجبكم واللي حبيبي تابعنا ويشوف بقية الافلام يشترك ويفعل الجرس